وقوله وفي رواية ضلع الدين الدين لمن يدرك حقيقة أمره شديد وثقيل شديد وثقيل على حاملهم قد قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين الدين خوف الدين حمل ثقيل شديد فلهذا شرع للمسلم أن يتعوذ بالله من ضلع الدين ضلع الدين أي شدته وثقله ومن يواضب على هذه الدعوة من يواضب على هذه الدعوة لا يعدم بإذن الله سبحانه وتعالى من تحصيل أحد أمرين لا يعدم لا يعدم بإذن الله سبحانه وتعالى من تحصيل أحد أمرين الأول وهو الأعلى أن يسر له الله جل وعلا من أسباب الرزق في هذه الحياة ما لا يحتاج فيها إلى دين أو أن يقترر من أحد فأصلا لا يكون عنده دين فضلا عن أن يكون لهذا الدين ضلع وثقل عليه مع المواضب على هذا الدعا والعناية به والأمر الثالي أنه إن احتاج واقترض دينا وتحمل دينا يسر الله له أمر هذا الدين وقضاءه وهونه عليه لأنه كثير التعوذ بالله من ماذا من ضلع الدين كثير التعوذ بالله من ضلع الدين ومن تعوذ بالله أعاده من صدق مع الله سبحانه وتعالى بهذا التعوذ أعاده فهو لا يعدم أحد أمرين إما أن يسر الله من أبواب الرزق فلا يحتاج إلى دين أو أنه قد يحتاج إلى دين لكن لا يثقل عليه يسر الله سبحانه وتعالى له أمر السداد